إعادة المغارب العالقين في إسبانيا إلى الوطن الأم ستنطلق خلال 48 ساعة هذا ما كشفه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغارب المقيمين بالخارج ناصر بوريطا في رده على سؤال محوري بمجلس المستشارين نبدأ في 48 ساعة المقبلة إعادة المواطنين العالقين بإسبانيا نبدأ بالجنوب اللي فيهم الجزيرة الخضراء وهذا ثم المنطقة مادريد ثم المنطقة كتالونيا ثم المنطقة بلاد الباسك بالمناسبة أكد السيد بوريطا أن العملية ستتسع لاحقا لتشمل دول أخرى وفق شروط محددة إلى تركيا، فرنسا، دول الخليج ودول إفريقية وذلك في إطار احترام صارم لتدابير السلام الصحي تهم الأشخاص الذين غادروا المملكة بتأشير قصيرة الأمد لأغراض عائلية أو إدارية أو سياحية أو علاجية المسؤول المغربي أكد أن الوزارة ستستمر في مواكبة المواطنين العالقين بالخارج في انتظار إرجاعهم إلى الوطن الأمة موازة مع عمليات الترحيل في هذا الإطار عبأنا البعاتات الديبلوماسية والمراكز القنصرية لتقديم المساعدات المادية لفائدة المواطنين الذين نفذت مواردهم حيث تدمى التكفل لحد الآن بـ 6852 مواطن فيما يخص الإيواء، تغذية، العلاج، المواكبة النفسية، اقتناء الأدوية وتغطية تكاليف العمليات الجراحية والولادة وحصص العلاج بالمناسبة، سجل السيد بوريطا أنه لا يستقيم اعتبار تهيئ الظروف بالنظر للوضعية الوبائية بالمملكة بمثابة تأخر أو تخل عن المواطنين المغاربة العالقين بالخارج مجدداً التأكيد على أن حق المواطنين العالقين في العودة إلى أرض الوطن غير قابل للمساومة